عنه أبداً كان فيه بقى يوم الأربع اللي فات كمان يا سيدس بشير احتفاليه بذكرى 45 لنصر أكتوبر ومكن احنا شهر أكتوبر كله مخصصينه للاحتفال وكل سنة احنا هنا دايماً نقول ايه احنا مش بنحتفل على قد ما احنا بنستحضر هذه الروح على قد ما احنا بنتعلم دروس من الأبطال بنتعلم دروس على فكرة الأبطال اللي عجبها والأبطال اللي كانوا في كل مصر الأبطال اللي صبروا عليهم الأبطال اللي كانوا بيأذروهم يعني كل فصائل الشعب الشعب كله كان أبطال في هذه الفترة فعشان كده احنا دايماً بنقول ان ده مش احتفال على قد ما هو دروس بنحاول ان احنا كل سنة كده نتعلم منها الاحتفالية كان فيها الحقيقة العديد من الفقرات وكانت احتفالية عفوية جداً جميلة فيها بعض المطربين من مصر والوطن العربي وخليني بقى اقول على مطربين الوطن العربي كان فيه صبر الرباعي كان فيه حسين الجاسمي كان فيه واي الجسار كان فيه ناس كتير في هذه الاحتفالية بس خلينا نخص بالذكر طبعاً حسين الجاسمي حسين الجاسمي كان غنة الأغاني الجميلة بتاعته ويمكن كمان كان أغنى الأغنية اللي احنا كلنا بنحبها أغنية بشرة خير وأعقبها حديث عفوية جداً بينه وبين الرئيس قاله أنا بشكر الإمارات كلها من خلالك أنا ما جاشت ليش فرصة عشان أشكرك بس أنا بقولك شكراً فقد إيه هو كان ممتن وكان مبسوط وإحنا كلنا كنا مبسوطين والشكل ده يمكن إحنا كنا بنتكلم على الوحدة العربية من شوية أو حلم الأمة العربية اللي بتتحد أكتر بقوة النعمة بتتحد أكتر بالفن وده اللي يمكن المستوعبه بشكل كبير جداً الرئيس عبدالفتاح السيسي أعتقد أنه حسين الجاسمي حالة يعني حالة إحنا عاشناها في الفترة اللي فاتت حد بيغني من قلبه حد بحب مصر قوي حد بحب الدول العربية قوي مصدوط يمكن أغانيه بقت شعار حتى في الأفراح موجودة أغانية حتى الوطنية عنده حس عالي قوي حسين الجاسمي برجعنا بانخراطه في العمل السياسي من خلال الغناء بزمان في 73 و67 بدور الفن كان عاملين دي بقى دوقت اللي أنا عايز أتكلم فيها حاجة تانية أنا برضو ده بيقلب علينا المواجع يعني هذا التواجد لحسين الجاسمي وهذه المعاددة وهذا وإنه بيساند مصر في أزماتها وإنه صوته موجود معنا على طول طيب فين الجهود بتاعت الفنانين اللي كنا بنشوفها زمان في الأزمات اللي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة أنا كان نفسي مثلا حفلة تتعمل أو عدة حفلات تتعمل في دول عربية وأوروبية ويخصص عائدها للنهوض بالنواحي الاجتماعية في مصر زي ما كان بيحصل زمان زمان كانت تعملها من كسوم وكان بيعملها عبد الحليم وكان بيعملها عبد الواب وكان بيعملها فريد الأطرش كمان أنا الدور ده مش عارف ليه غاب في السبع سنين الأخيرة للفنانين المصريين أنا بشوف كل فنان قفل على نفسه وقعد آه ممكن يطلب من فنان أو ممكن فنان يقدم أوروبية يروح يسجلها في الاستوديو أنا كنت كان نفسي في مبغود كبير حالك قصدك دخلي يخصص لكذا دخلي يخصص للتنمية يخصص أسل الشهداء يخصص حفلة يتعمل لأسل الشهداء شهداء الجيش والشرطة حفلة يتعمل لجماعة زويل الاحتياجات الخاصة يخص عائده لزويل الاحتياجات الخاصة كان نفسي الدور الوطني للفن أكبر من الدور اللي شوفت في الفترة الأخيرة والله انتلاق الإشارة احنا شايفينه يعني حتى هذا الدور رئيس الجمهورية بيقول لنا نعمله يعني حتى الدور الفن والثقافة لمصر يعني مصر منارة الفن والثقافة في الوطن العربي ما فيش مطرب ما غناش لمصر يا جماعة ما فيش مطرب عربي ما غناش لمصر وما غناش في مصر وكان حلم حياته لغاية اللحظة دي انه هو يجي يغني في جمهورية مصر العربية لازم نعرف احنا مين يعني لازم نقدر فننا ونقدر ثقافتنا ونقدر نفسنا اكتر من كده دي يمكن كمان كان يعني اغني كتير وانا مش عايزة والله يأبخذ حد وكل المطربين سواء مصريين او عرب واطفال وكرال وكلهم كانوا سعداء جدا وكانوا بيغنوا باريحية شديدة ومن قلبهم ودي الحاجات يمكن اللي بتلفت نظري في قصة يعني تفعيل دور القوة النعامة اللي مصر دايما رائدة اشتركوا في القناة